بعد ذلك من الشبهات البيباء برضو الحزبيين مسألة بيجيبوا كلام لابن القيم وبيبتروا وبيخرجوا من سياقه طيب هنا في المجلد التالت من كتاب زاد المعات في هدي خير العباد وطبعا الكتاب ده ابن القيم رحمه الله بيقوم بيجيب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومواقفه وغزواته وما كان من أموره عليه الصلاة والسلام وبيطلع منا فوائد يعني الفوائد اللي بيجيب ابن القيم بيجيب من داخل القصة والزول لما يعني يفهم هذا الكلام بيعرف سياق كلام من القيم رحمه الله وديل دائما كلام من القيم بيخرجوه وكلام العلم بيخرجوه من من سياقه طيب قام ذكر كلام ابن القيم انه اذا طلبوا امرا وقال امرا دي شنو نكرة والتاني ما قدر يفسر لي قدامه ويقف لحد هنا لانه ذاته نكرة بعد ذا قال تاني ابن القيم قال وان منعوا طبعا انه الصحيح منعوا لكن مشكلة كبيرة طيب قال ويعني ويعني ما يكون فشنو مفسد اكبر وانا حاجيب المفاسد الذكراء العلماء في مسألة التعاومة أهل البدع طيب ابن القيم قال في فوائد صلحة الحديبية قال ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه طبعا هنا بيقول لك وأعينوا عليه أيها وأعينوا عليه وإن منعوا غيره طبعا هو قراء منعوا غيره أنا ما أعرف منعوا ذلك من ذاته العلماء بيتكلم عن أهل السنة وإن منعوا يعني أهل البدع يعني منع أهل السنة أهل البدع لأنه دم ابني للمجهول المهم قال فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله لا على كفرهم وبغيهم ويمنعون مما سوى ذلك وكل من التمس المعاونة على محبوب لله مرضي له أجيب إلى ذلك كائنا من كان ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس إلى آخر كلامه رحمه الله طيب أول حاجة ابن القيم رحمه الله ذكر الفائدة دي إن أخواننا قال إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله وبعد ذلك قال فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله طيب الفائدة دي جابه من وين ابن القيم نرجع له الشروط الصلح بتاع الحديب قال فصل وجرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب عشر سنين وأن يأمن الناس بعضهم من بعض وأن يرجع عنهم عامه ذلك حتى إذا كان العام المقبل قدمها وخلوا بينه وبين مكة فأقام بها ثلاثا يعني المشركين والنبي عليه الصلاة والسلام قالوا أن لا يدخلها يعني مكة إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب دا الموضع الاستفاد منه ابن القيم رحمه الله مسألة إذا طلبوا يعني أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أجيبوا عليه أجيبوا إلى ذلك وأعينوا عليه فالكلام دا استفادوا من القيم من أنه من الفائدة دي يجابه من وين أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما اشترطوا عليه أهل مكة أنه يدخل مكة وما معه إلا سلاح الراكب يعني ما سلاح المحارب لأنه مكة عندها حرمة وأنه السيوف اللي بيخشوا بهها مكة تكون شنو تكون في الأغماد جوى الغمد ما تكون مشهور فمن هنا استفاد إنه إذا طلبوا إعانة على تعظيم حرمة من حرمات الله زيدة إنه يعان عليه عشان كده من القيم كلامه مضبوط ما فيه أي إشكال قال فيعانون قال فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله لا على كفرهم وبغيهم قالوا ويمنعون مما سوى ذلك فهنا الليلة لو جاء طلب أهل البدع مثلا اقترح أهل البدع إن أخواننا في المناسبات تاني مثلا ما يجيبوا بلح والزعج والمساجد طلبوا كده فده ما فيه إشكال ما عنده أي علاقة بإنك تجيبه وتثني عليهم وتخليه يتكلم لما نانصار الصنة يكبره علاقة جنو تجيب محمد حسين عقوب المرق وخرج بالسيف على الإمام وطلع فوق وحرش الناس وقال دمي دون دمكم ونحري دون نحركم وتجي تقدم لأنصار الصنة أين واجه الدلالة من هذا الاستدلال عشان كده ابن القيم قال لا على كفرهم وبغيهم يعني ما على الدين والاعتقادات الباطلة حقته وعلى ما فيه نشر لذلك قال ويمنعون مما سوى ذلك ولذلك يا أخواننا دي شبهة واهية جدا شبهة واهية وأين ذلك من إنك تجي تجيب لي تجيب أهل الشرك وتجي تكرمهم في المركز العام ودويا من إنك تجيب الحركة الشعبية ومبارك أردول في المزاد ويجي قللك إنت قلت دايرهم عشان عشان ما يطعنوا في الدين ويجي قللك خلاص نحن آياتك الذكرتة وحاديثك الذكرتة وطلبك إنه نحن ما نتكلم في الدين بنرفعوا لي ناسنا في الحرية والتغيير يعني لو إن شاءوا قبلوا بذلك وعظموا الدين ولم يطعنوا فيه وإن شاءوا طعنوا في الدين زي ما حصل الآن حشان كده ما في مبتدع بينصر الدين أبدا فده كلام ابن القيم رحمه الله أخرجوه من سياقه